نعمل النهاردة مع بعض أسهل وألز طريقة لعمل السنبون معلقة سكر على معلقة صغيرة من اللبن البودرة هنا حطيت كباية من الجيئي ولكن أنا حتكت نص كباية كمان ونص معلقة من البيكنج بودر ومعلقة صغيرة من الخامير الفورية قلبتهم مع بعض وجيت حطيت زبدة معلقة كبيرة من الزبدة على نص كباية من اللبن الدافي خلطتهم مع بعض هنا زي ما قلت لكم حتاجت هنا معي العجينة نص كباية كمان من الزئي جيت سبتها تخمر لمدة نص ساعة وجيت عملت الحشوة بتاعتنا وهي عبارة عن معلقة كبيرة من السكر ومعلقة كبيرة من الارفة بعد ما خمرت رشيت حب الزئي وحطيت العجينة وفردتها كلها وجيت زهنتها العجينة ووش العجينة كله بزبدة بعد كده رحت حط عليها الخليط اللي أنا عملته السكر مع الارفة ورلتها لو عايزة بقى تقطعيها وتروليها كلها زي قرس واحد كده تمام او كل القطع لوحدها مش هتعمل حاجة جبت السنية ودهنتها زبدة ودخلتها الفرن وايه لما خمرت تاني دخلتها الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 20 لتلت ساعة جبت عملت اللبن المكسف بتاعي معلقة من اللبن ومعلقة من اللبن البودرة وايه جبنة عندك مسلسات او كريمي وجيت زي انتهى وحطتها في مجد او كاسات حطت عليها اللبن المكسف عندك سوس شوكولاتة تمام عندك شوكولاتة تمام عندك سوس كارامل تمام بس عايز اقولكو كانت في موضوع